بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أحب بكم أعزاء الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفدي واليوم برح نتحدث عن Important Terms in Drama مصطلحات مهمة جدا في الدراما فأخليكم بيايا أولا نعدنا الـ Action اللي هي الأحداث The main series of events that constitute the heart of a play إذن اللي هي الأشياء التي تكون أو تركب القصة بشكل عام نقول عليها الـ Actions اللي هي الأحداث أو الـ Events طيب بعدها فالشي اسمه Act والScene هذا موجود ملخص باللغة الإنجليزية ولكن حتى ما أطول عليكم بشكل مختصر شوف هي Act معناها الفصل الفصل للمسرحية والScene يعني المشهد أنا عندي مثلا مسرحية بها ثلاث مشاهد ثلاث أكتات الأكت الأول فصل الأول Act 2 الفصل الثاني Act 3 الفصل الثالث نجعل الأكت الـ One يتقسم إلى أكثر من مشهد Scene 1 Scene 2 Scene 3 وإلى آخره فالـ Action هي فصل والـ Scene هي مشاهد يعني يعني Act خلينا نقول مجلد تقريبا يعني هيك الفكرة والـ Scene هو يعني الأجزاء من عندي يعني أنا عندي أجزاء الجزاء أول الجزاء الثاني هيك فالـ Act هو الفصل والـ Scene هو المشهد أيضاً عدنا اللي هي فتشي يسمونه الأزمة اللي Chris is a point in a play in which the conflict is intense fight and resolution is اللي هي اللي هي أنه الأحداث تشتد ويصبح الحل وشيكاً اللي هي الذروة اللي هو الجزء اللي راح تكون بي أقوى حدثين تمن باللغة بالأقصة يعني مثلاً أنا عندي لعبة ماكرة تقدم بالشوط الثاني قبل النهاية تسجلوا عفواً بالشوط الثاني بداية الشوط الثاني سجلوا goal وبعدين الفريق الثاني سجل goal فصارت الأهداف بالنسبة للكلايميكس اللي هي عندي راح تكون هي تسجيل الأهداف لأنه هي الذروة اللي حدثت بالمسرحية باللعبة عفواً طيب عدنا أيضاً السلليكوي السلليكوي a speech said by actor in which he is alone on a stage it reflects the speaker's feeling السلليكوي هي مناجات النفس بس لما الواحد يتحدث عن نفسه يريد يحكي عن نفسه بينه وبين روحه وماك أحد وياه فهذا راح يقول عليه سللك لما الواحد يحكي يقول هي منقول أنا والله قلت النفسي بينه وبين روحه هذا سمي سللك الأسايد 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 للكلام الجانبي speech said by characters أيضاً كلام يقوله المتكلم الناس ما تسمعه أكو ناس وياه ولكن ما حد يسمعه بس الجمهور يسمعون هذا تعريف الأسايد طبعاً ننتقل إلى تعريف الكورس تعريف جداً مهم مجموعة من الممثلين ويعلقون على الأحداث إذن بالنسبة للكورس خصوصاً الكورس في الدراما اليونانية أو بالمسرح الأغريقي أو بالمسرح اليونانية الكورس هم عبارة عن مجموعة من الممثلين الذين يعلقون على أحداث المسرحية ولكن الكورس بالمسرح الألزابيثي بالعصر الألزابيثي بالنسبة للكورس تحول وصار هو شخصية واحدة يبدأ بداية القصة يحكيها وينهي نهاية القصة ومرات يعلق على بعض الأحداث فهذا هو الفرق الكورس ممكن يجي سؤال ووضح الكورس بالعصر الأغريقي والعصر الألزابيثي فهذا سؤال جداً مهم لأنها تنتهي محاضرة الألمينس الأساسية بمادة الدراما المحاضرة الجاية ندخل بالعصور المسرح العصور يعني العصور المسارح وأنا بدي ناخذ المسرحيات وينيشرح إن شاء الله في الأيام الجاية